من أكبر الأحجار السبتة الأفكار الغلط يعني اللي في دماغ الناس أنه الحاول هنعمل العملية أنت بتقول لنا نعمل العملية تمام هنعمل العملية سألحاول طب ما هو يرجع تاني الحاول قصو بيرجع الحاول ده ممكن الإنسان يصاب به مرة واثنين تمام كده يا إما الحاول ما تصلحش من أول مرة يعني محتاج إعادة أو محتاج خطوة مكملة أو خطوة إضافية أو خطوة استكمالية زي ما بسمع المرادفات دي كتير في العيادة أو أنه يتصلح ويشفى تماما وبعد عدد من السنوات يرجع المريض يصاب به مرة تاني أول حاجة أن يكون النظر ضعيف جدا وتم إهمال التعامل مع ضعف النظر ده ده أول وأهم وأشي على سبب إهمال علاج ضعف النظر الجراحة كأداء النضارة كتول أداء الليزك أول حاجة ما قولت أن الليزك بيعالج الحاول دي ما قولها خطاقة من نسبة 100% وقد تستخدم لأغراض تجارية تجارية باحتها تمام؟ ما فيش حاول بيتعالج أغراض مش نقول تجارية لأن كلمة تجارية كلمة شيك كلمة مؤدبة كلمة مؤدبة صحيح هيا أغراض آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه وهو لو قسر نظره بسيط فلا بس نطرى شيك محدش يتنمر عليه محدش يقوله كلمة كلام محدش ياخد باله منه أساساً لكن الحاول أي حد بياخد باله منه في معظم الحالات يكون الحاول عند البالغين ناتجاً عن الحاول غير المعالج في الطفولة كما يمكن أن يحدث الحاول عند الكبار بسبب مشاكل عصبية وتغيرات في العين مرتبطة بالعمر مثل اعتام عدسة العين يظهر الحاول مع التقدم في السن ويسمى الحاول المكتسب وبعض هذه الحالات من الحاول تحدث نتيجة لضعف الرؤية في أحد العينين أو في كلتيهما فهل يمكن معالجة الحاول مع ضعف الإبصار بالليزك في وقت واحد؟ أهلا بكم من أكتر المناضية الطبية اللي فيها خرافات أو فيها معتقدات في دماغ الناس سابتة مش عايزة تتغير حاجة زي الأحجار الصلبة القديمة الموجودة في دماغ الناس تيجي تفتتها ما بتتفتتش من أكبر الأحجار السابتة الأفكار الغلط يعني اللي في دماغ الناس إنه الحاول هنعمل للعملية أنت بتقول لنا نعمل العملية تمام هنعمل العملية الحاول طب ما هي رجع تاني الحاول قصو بيرجع وبعدين تيجي تقول لهم لا يا عم الكلام ده مش صحيح ما في المئة أو مش صحيح يعني فتلاقي فيه حالات فعلا بتشوفها كلينيكالي عملت عملية ورجع الحاول تاني أول السؤال رجع ليه يعني هو أكيد فيه النقطة دي محتاجين إن احنا نفتتها نفهمها لأنه الحاول كلمة حاول مرتجع دي كلمة مهمة للغاية ولازم نفهمها ونعرفها بعدها عشان فيه ناس كتير جدا جدا فوق ما أنتم متخيلين ما بتقدمش على أنها تروح تعمل عملية لاعتقدها أنه هذا الحاول حالة مزمنة وهيعمل له وهيرجع تاني أنا سمعتها من الناس سمعتها من المرضى طبعا فيه كتل فيه يعني أفكار تانية كتل تاني يعني في دماغ الناس كتير عن الحاول منها مثلا الحاول نعمل عملية في سن كبير لا خلاص العين خادت على كده ومش ينفع تتعامل في سن كبير ده غلط مثلا ما تيجي يلا نعمل ليزر أو ليزر لطفل عنده 14 سنة ولا 13 سنة ولا 10 سنين نعمل له ليزر دي جريمة مش بقى فكرة غلط دي جريمة مش فكرة غلط يعني أكبر من أنها تكون فكرة غلط هي جريمة كارسة يعني تعالوا نفهم هذا المعنى المهم ونجاوب على سؤال أو عدة أسئلة حاولة حاولة الحاول المرتجع هل هو وقع أم خيال وإذا كان وقع ليه بيحصل يعني هل هي غلطة في الجراحة واللي هو الحالة قصص مسيرة ومهمة جدا في موضوع مهم جدا مع ضيفاتي العزيزة اسم قدير واسمه مميز للغاية في عالم الحاول وعالم العيون النهاردة ضيفاتي العزيزة دكتورة غادة يوسري استشاري طب وجراحات إصلاح الحاول للكبر والأطفال عضو جمعية العالمية لجراحات إصلاح الحاول وعضو جمعية المصرية لأطباء العيون وجمعية المصرية لأطباء عيون الأطفال وجراحات إصلاح الحوال صاحبة الزمالة زمالة المجلس العالمي لأطباء العيون بأدنبرة أهلا بيك دكتورة أهلا يا دكتور أيمن أهلا بيك نورتي الناس الحلوة ده نوركو المنطقة بتاعت الحوال المرتجع دي كلمة من ضمن أكبر المعتقدات اللي في دماغ الناس ده حقيقي يعني إيه كلمة حوال المرتجع طيب حدينا نقول أن مرض الحوال زيه زي أي مرض بيصبي الإنسان تمام كده ربما سبحانه وتعالى خلق لنا خلايا وأعصاب وشرايين وأوردة بتعمل كلها في منظومة واحدة أي مرض الإنسان بيصاب به معرض أنه يصاب به كذا مرة لو واحد عنده برد هيخف معرض أنه يجيله برد تاني واحد رجله كسرت اتجبست خفت معرض أن رجله تكسر تاني مش بنخرج من المستشفى بجارانتي أو ضمان أنه خلاص مدام خفينا تمام يبقى مش هيحصل لنا الموضوع ده تاني نفس الفكرة بالضبط في الحاول الحاول ده ممكن الإنسان يصاب به مرة واثنين تمام كده كل مئة عيان بيخشوا يعملوا عملية الإصلاح الحاول أنا وكل زميلي من استشاريين جراحات إصلاح الحاول متفقين سواء ناشنالي جوه مصر أو انترناشنالي برا مصر على الناس بدي كل مئة عيان بيخشوا يعملوا جراحة الإصلاح الحاول 80% ل90% منهم بيعدوا بسلام من أول مرة تمام كده بيطلعوا مبسوطين ومش بنشوفهم تاني في العيادات 10% البقين هم دول اللي ممكن نشوفهم تاني في العيادة في زيارات متكررة يا إما الحاول ما تصلحش من أول مرة يعني محتاج إعادة أو محتاج خطوة مكملة أو خطوة إضافية أو خطوة استكمالية زي ما بسمع المراضفات دي كثير في العيادة أو انه يتصلح ويشفى تماما وبعد عدد من السنوات يرجع المريض يصاب به مرة تاني وده لي أسباب كتير أوي سواء في الأطفال أو في الكبار يعني إذن يمكن علاج التحول في هذه الحالة على مرتين بالزبط كده يعني عملية ثم عملية تكملية استكمالية أو خطوة تانية زي ما بنقول فعلا الكلام ده في الأطفال وفي الكبار ولا في الأطفال بس لا ما بيهمنيش السن بقى في النقطة دي ما فيش تفريق الموضوع ده ممكن يحصل في الأطفال وممكن يحصل في الكبار على حسب عوامل مشتركة في كل الأعمار مش بقول لا الأطفال مثلا أكثر عرضة أو الكبار أكثر عرضة كل الأعمار معرضة أنه ممكن الحاول يرجع تاني في النسبة الصغيرة اللي احنا قلنا عليها دي العشر عشرين في المية بس تمام؟ إيه الأسباب؟ إيه الأسباب؟ أول حاجة أن يكون النظر ضعيف جدا وتم إهمال التعامل مع ضعف النظر ده بمعنى عندي طفل عنده قصر نظر طول نظر أستجمتازم وتأفر نوع الأرور أو ضعف النظر اللي عنده أو عنده مية بيضة أو عنده انفصال في الشبكية أيا كان المرض اللي هو بيعاني منه وتم إهمال علاج النقطة دي فالعين دي كسلت وبعد كده المخ أهمالها فركنها حاولت وهو ونصيبه بقى حاول الخارج حاول الداخل حاول رأسي أيا كان تمام؟ ده أول وأهمه وأشي على سبب إهمال علاج ضعف النظر تمام كده؟ أو أنه يكون تم التعامل مع ضعف النظر ده وعملنا العملية والطفل ده كان محتاج يلبس نظارة أو الكبير ده كان محتاج يلبس نظارة وسمع الكلام ولبسها قبل العملية وبعد العملية افتكر أن أنا كده تمام أنا كده عملت العملية إذن هقلع النظارة إذن مش هتبعي التعليمات إذن 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 وأهمل ما بنسميه زي فترة تأهيل أو فترة علاج طبيعي بعد عملية إصلاح الحار بيفتكر أنه خلاص كله كده تمام إحنا خلصنا بإجراء الجراحة ده ده تاني سبب تالت سبب بيبقى على المستوى الميكروسكوبي للألياف العضلية يعني إيه بقى الكلام اللي أنا بقوله ده كلام شوية دقيق ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العضلات بتاعتنا عبارة عن بندل حزم 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 تمام؟ كل بندل فيها عدد معين من الألياف العضلية زي دايماً بشبهها كده للمرضى بتوعي في العيادة بحزمة فلوس مثلاً يعني ألف جنيه مئات 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 المفروض أن المخ بيدي إشارات عصبية متساوية لكل ليفة عضلية حلو الكلام؟ طيب هل أنا أقدر في الطب عموماً مش أنا كدكتورة غيدة في الطب عموماً الأطباء يقدروا يقيسوا عدد الإشارات العصبية اللي رايحة لكل ليفة عضلية لوحدها؟ الإجابة لا تمام؟ فاختلاف النيورولوجيكال ساينز اللي بتيجي من المخ للألياف العضلية دي ممكن تخلي نتيجة العملية مش زي ما العين متوقع لأن ما أقدرش أأسس كل ليفة عضلية لوحدة لأن ما تعمل على العضلات كبالك على نفسها على بعضها تمام؟ ده رقم اتنين طيب رقم تلاتة أن يكون طبيعة الألياف دي فيها جزء ليفي يعني إيه برضو يا دكتورة الكلام اللي بتقولي ده ربنا سبحانه وتعالى برضو خلق لنا العضلات بتاعتنا أستيك بتروح وبتيجي بتشده وبترخي تطلع العين فوق نزلها لتحت يمين شمال العضلات؟ بتاعتها تمام كده؟ فنيجي نعمل عملية على أساس أن العضلة دي توتالي إلاستيك مرينة تماما نتفاجئ بعد العملية أو وإحنا إيفين جوه العملية بتاست معين إحنا بنعمله إن العضلة دي شد معايا ما هيش أستيك هي دوبارة فقدت الميزة بتاعت المرونة بتاعتها فأفاجأ إن الحوال ممكن ما تصلحش من أول مرة أو بعد فترة من العمر ممكن رجع تاني نتيجة تكوين العضلات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا مختلف شوي ودي بتبقى حزوز بصراحة ما بنقدرش نتنبأ بيها قبل الجراحات يعني بس دي تقريبا تقريبا الفكرة العامة بتاعت ليه الحوال ممكن يرجع تاني أو ليه الحوال ممكن يتعالجها لخطوتين في فكرة بعض الناس هتاخد من الكلام ده أو تقرأ من ورقة أو من يعني من جوجل وتقول عملية الحوال لازم تتعامل على مرتين يعني لازم يبقى فيه خطوتين وكلام اللي انتي قلتين دلوقتي بيكونفيرم المعنى ده في جزء معين بس هم ما بياخدوا الجزء ويعمموه بالزبط كده الإنسان بطبعه عدوه ما يجهل بطبعه عدوه ما يجهل ومعنى ان احنا قلنا ان فيه نسبة أو بيرسنت ان ممكن انا ما خدش النتيجة اللي انا متوقعها وانا رايح من الدكتور دي تقلق في حد ذاته ولكن زي ما قلنا في أول الحلقة ان النسبة اللي احنا بنتكلم فيها دي نسبة صغيرة جدا احنا قلنا في الأول ان كل مئة عيان تسعين بيعدي بسلامه وبيفرحوا بنعمل حفلة بعد ما نخلص اللهم لك الحمد ربنا منع عليه بالشفاء التام ونسبة صغيرة هي اللي بيحصل فيها المشاكل دي فإذا ليه انا احصر نفسي في النسبة الصغيرة دي وانسى ان فيه تسعين بيفرحوا ما يمكن انا من التسعين اللي بيفرحوا ليه افضل الان واهمل فرصة النجاح الباهر بتاع العملية دي خلينا دايما ما نعممش السيء وناخد نص او مش نص ده تسعين في المية من الكوباية الماليين هل هو امر سيء بالفعل؟ خالص بالعكس ان يكون هناك تلايفات ان يكون فيه سبب مباشر يخلي انه عملية الحاولة لازم تتعمل على مرتين هل ده امر سيء؟ لا مش امر سيء لان حتى لو تعملت على مرتين احنا بامر الله يا رب العالمين هناخد خطوة تانية ونتعالج شفاء تام بامر الله يا رب العالمين يا الفكرة من اول مرة ولا من تاني مرة زي ربنا يعافينا يا رب مرضى الكانسر هل وهو داخل الدكتور بيشترط على الدكتور انا لازم اتعالج من اول جرعة كيماوي يا كده يا امه مش هتعالج مش هاخد الخطوة اتعالج واخد اول جرعة ما خفش هل هيقول لا انا مش هاخد الجرعة التانية هخليني بمرضي كده ربنا يعافينا بالكانسر بتاعي عشان ممكن ما تعالجش للاخر مش لاجك مش منطق فاحنا مدام عندنا مشكلة والدكتور انا واثق فيه والدكتور شرح لي الحالة 1-2-3-4 اذا خد طريقك وخد الريسك وتوكل الله وتعالج من المشكلة اللي مدايقات دي وعملالك social problems وعملالك كاسة الوظيفة في العين في الاطفال مش هنقض قاعدين قلقانين لاحسن لو تعالجنا ممكن يرجع تاني الحاول او نحتاج خطوة تانية او كده لا الكلام مش بيبقى منطقية هنا مثلا ده حاول وحشي ده حقيقي ده اجزامبل عظيم قابلني في العيادة للحاول اللي تعالج على خطوة تانية دي كانت اول صورة البيشن داخلي العين داخلي كده حاول وحشي عنيف درقته كانت 90 مثلا او حاجة زي كده عملنا جراحة ودي كانت نتيجة اول جراحة بعد اسبوعين من العملي ستيل لسه في رزيد والانجل بنسميها يعني زاوية متبقية من الحاول العين مش مظبوطة بنسبة 100% ده كان بسبب ايه كان بسبب كراتو كونس قرانية مخروطية ودي قصة كبيرة تانية الواحدة هضعف نظر شديد او قصر نظر شديد بسبب تغيرات خلقية في القرانية طيب هنسيبه كده على ناحية واحدة النحيتين قرانية مخروطية على ناحيتين على النحيتين ولكن في العين اللي مين كانت اكتر فهي كانت اكتر تضررا وفي الانحراف يعني او في الحاول عملنا الخطوة التانية في الصورة اللي بعدها هتزهر العين اتزبطت في النص ده مثال رائع للحاول اللي بيتعالج على خطوتين اول خطوة الانجل ما زبطتش بنسبة 100% من التسعين صلحنا سيه مثلا 50 او 60 وبعد كده احتاج خطوة مكملة وهو كان مريض متفاهم جدا ما شاء الله عليه تمام يا دكتورة انا معاكي المهم نعمل الاصلح وقد كان الحمد لله اتعلم دي صورة تانية برضو لطفل صغير كان عنده حاول رأسي في العين اليمنى العين رفعة لفوق قوي كده تمام ومعاها ما يسمى بارتخاء جفن كاذب في العين اليسر عملنا العملية اول خطوة اللي هي الصورة اللي ناحية الايمين تاني صورة اللي ناحية الشمال دي لسه العين اليسرى منحرفة لتحت شوية وفيها ارتخاء ده لسه ما عملش الخطوة المكملة بعد لما يعمل الخطوة المكملة دنيته هتتزابط والدنيه هتبقى ان شاء الله مظبوطة في النص بأمر الله رب العالمين طيب في نقطة انتي قلتها انا عايز اكون فرمان في انتها صح ولا لا تمام هي انه في حالة اذا كان هناك تلايف او في شيء تغير في نسيج العضلات الخاصة بالعين هذا امر لا يمكن معرفته باي فحص قبل اجراء العملية عشان اخبر المريض بانه عمليتك هتعمل على مرحلتين او حالة الحوال بتاعتك هتعمل على مرحلتين ده اللي نفهمته ده حقيقي مع الاسف لسه ربما سبحانه وتعالى ما فتحش على الاطباء في العالم بانه هم يتوصلوا لأساسمنت لحاجة زي كده اقول للمريض بتاعي هل انت العملية بتاعتك هتعمل على خطوة واحدة ولا على خطوتين بتفاجئ انا والمريض بالنتيجة ولكن في بعض الاحيان الحوال الرأسي الحوال الرأسي اللي نتيجة اختلال او اضطراب في وظائف العضلات المائلة بتاعت العين يمكن التنبئ وضع بروتوكول اقول للمريض احنا نعمل خطوة رقم واحد كزا خطوة رقم اتنين كزا في الحوال الرأسي ولكن حوال الافقيال هو الوحشي او الانسي غالباً مش بنعرف إن إحنا نتنبأ بحاجة زي كده الجراحة كأداة النضارة كتول أداة الليزك أنا عندي ثلاث حاجات أهو جراحة لإصلاح الحوال نضارة لإصلاح الحوال بعض الأصوات أو صوت أو الأتنين يطلع يقولك إيه نعم الليزك طيب أنا عايزك تعلقي على المقرنة بين هذه الأدوات من منهم يصلح من منهم مكمل من منهم هبل طيب خليني أجاوب على السؤال في الشقة بتاع المفاهيم الخاطئة همشي في الاتجاه ده الأول وبعد كده همشي في الاتجاه دين أول حاجة ما قولت إن الليزك بيعالج الحوال دي ما قوله خاطئة بنسبة 100% وقد تستخدم لأغراض تجارية بحتها تمام؟ ما فيش حوال بتعالج الليزك أغراض مش نقول تجارية لإن كلمة تجارية كلمة شيك كلمة مؤدبة كلمة مؤدبة صح هي أغراض نصب فجة صح نصب يعني ملهج تعبير تاني صح لنعمل الليزك لإصلاح حوال في طفل أو في كبير كمان ساعة فيه دكتورز بير استخدم يعني على الكبير دي قصة محتاجين نرعد في النطقة لكن في الطفل يعني ده جنيمة ده حقيقة ده حقيقة طبعاً ما فيش حاجة اسمها علاج الحوال بالليزك أو بالليزر يعني ما فيش حد ييجي يقولي يا دكتوري العملية ليزر ولا جراح لا ما فيش في الحوال حاجة اسمها علاج الحوال بالليزر ما فيش ليزر أساساً ما فيش الليزك ده في حرب الكواكب بالظبط كده ليزك في طفل ده ده جريمة جريمة يعقب عليها القانون تمام فمحدش يجي يقول هنعالج الحاول بالليزك سواء كبير أو صغير ده point number one point number two خليني حط الليزك والنظارة في category والجراحة لعلاج الحاول في category تاني بمعنى دلوقتي احنا لو حد كبير ومتدايق من نظارته يا دكتورة انا خلاص متدايق من نظارتي شليهالي لو سمحتي طيب حضرتك تمام نعمل الليزك مفيش مشكلة طيب انا عندي ليزك عندي سوري ضعفة في النظر وعندي حاول هل لو عملت الليزك ينفع الحاول كمان يتصلح الاجابة لأ حضرتك هتعمل ليزك وحنعمل كمان عملية لإصلاح الحاول طيب مريض جالي كبير عارف ان عنده ضعفة في النظر واهمله عشان ما يلبسش نظار فالحاول ده فضعف النظر ده قدى الى حاول يا استاذ فلان لو عملنا عملية الحاول من غير ما تصلح نظرك سواء بقى تلبس نظار او تعمل ليزك انا كده ببصملك بالعشرة ان الحاول هيرجع تاني ليه لانك ما صلحتش نظرك ما شفتش كويس المخ ما وصلوش صورة كويسة عشان يعرف يسوق العينين في النص في اما تعمل ليزك يا اما تلبس نظارة فدي كاتيجري النظارة والليزك اصلاح النظر عموما اني اشوف كويس عموما بأي ان كانت الوسيلة سواء نظارة او ليزك ده في الكبار تمام كده طيب ساعت بعد ما نلبس النظارة ونعمل الليزك الحاول ما يتصلحش ساعتها قولا واحدا الحل جراحة ما ينفعش افضل اقول لا هستنى حسن النظارة تعمل لا انا ما خدتش فرصة بالنظارة طب يمكن لما استنى الحاول يتعدل لوحده مدام طبيب حضرتك المختص بنكوسين المختص قرر ان هو يعمل جراحة لاصلاح الحاول تأكد مليون في المية ان لو عملت ليزك لو عملت زراعة عدسك لو عملت تمارين لو عملت ايه مش هيتصلح الحاول تمام فاصلاح النظر لازم يسبق خطوة اصلاح الحاول اصلاح النظر سوري لازم يسبق خطوة اصلاح الحاول تمام كده فجاوبنا على الشقة بتاع الليزك جريمة اصلا وجاوبنا على الشقة ان اصلاح النظر عموما دي خطوة مهمة جدا قبل ما صلح الحاول عشان المخ يوصل له صورة كويسة واضحة ويعرف يسوق العينين على خط مستقيم بعد الجراحة يعني الحالة اللي احنا نشوفها دلوقتي دي تحكي لنا قصتها يعني تحكي لنا قصة اللي حصل هنا مثلا قصة جميلة دي stage in between العين ده كان عنده قصر نظر شديد مسبب له حاول شديد زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق دي تمام؟ ما كانش بيلبس نظار لانه كان من منطقة بسيطة عيب ان احنا نلبس نظارة فيها ودي عاوزين نفجر المفهوم ده اصلا في بعض المناطق لسه في مصر عندهم مفهوم ان عيب ان انا ألبس نظارة سواء ولد او من ده حقيقي بشوفها في العيدات كتير بشوفها في العيدات كتير من المناطق دي دي منطقة كده بعض المناطق البسيطة في الأرياف مناطق شعبية او كده لا يا دكتورة مش عاوز ألبس نظارة طب نعمل ليزك شوف كويس البس عدسة لاصقة اعمل اي حاجة لا انا حمشي مزغلل كده طول حياتنا كده تمام هاو هيمشي مزغلل دي كوارس بزابت كده يعني هو مش على قد نفسه انه ماشي مزغلل ما هو ده مازم بالشعب الماشي مزغلل ده هيسوق تكتك ده حقيقي ده هو سواء تكتك او هيسوق تاكسي ده حقيقي وحد يركب معه ويخيشه بقى في اي حاجة بدا يسطر او حد يضرب يضرب او مثلا حتى وهي في بيتها وهي بتعمل اكل ولا بتعمل مش شايفة اه مش شايفة النار فين فقلت له هنعمل عملية الاصلاح الحاول وبعد كده يا اما هتلبس نظارة اما هنزرع عدسات لان هو كان عنده قصر نظر شديد يحتاج ان هو يزرع عدسات لان نظارته كانت هتبقى تخين او فعملنا عملية الاصلاح الحاول زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي تحته ولبس النظار انا بثبت النتيجة بالنظارة اشوف كويس عشان العين ما تنحرفش تاني وبعد كده بقى ما عندناش صورة لي بعد ما زرع العدسات وشال النظارة كمان وعينه بقت مظبوطة والدنيا كلها كويسة الحمد لله ولكن ده كان مثال لان النظارة او اصلح النظر عموما دي طول مهمة جدا لتثبيت النتيجة لتثبيت النتيجة بتاعة الجرح مين في عالم الحاول مرتجأ او في الحاول عموما تخليه يلبس البدل الزرقى ويتهم يعني ياخد حكم ومين برضو هتلابسيه بدلة حمرة اعدام؟ اه يا الله اخصى يعني شوفي بقى قدي دركتين من المشاكل سجن فقط اي حد عنده مفهوم غلط ومتردد انه يعمل الجراحة ولما شمع الكلام العلمي المحترم هنلاعه البدلة الزرقى وحفرج عنه تمام؟ ماشي ده غلبان ده غلبان ده هنطلعه من السجن هنزيله براء البدلة الحمرة واحد سمع الكلام ده وبردو ستيل لسه عنده المفهوم الخاطئ ده وبردو مش هيلجأ لإصلاح الحوال وهيعيش بمقساته او هيعيش ولاده الأطفال الصغيرين بمقساتهم بكل ما تحمله الكلمة بقى من فقدان لوظيفة العين والتنمر والسخرية وووه ولا هيتعرضوا لهم طول عمرهم بقى لو مع الجوش الكلام ده في سن صغير ده إعدامة على طول ده أي حد بياخد باله منهم مشكلة اجتماعية مخيفة جدا جدا الآيكون تكتمهمة قوي يا جماعة جدا عشان كده أرجوكم عودوا ولادكم ما يتنمروش علموا ولادكم ان هما ميتكلموش على صحابهم مش بالسوق أو يتريعوا عليهم وقوا عنت تشارك ابنك تبقى انت جاهل بقى انت متخلف عقليا بصراحة في التنمر يعني انت بقعد جنب ابنك كده وتروح قيله فلان ورمي كلمة عشان تضحك ابنك أو تعيشه يعني ان هو وقت صيع وانت صيع زيه وصيع بقى وبتريعوا عن ناس انت كده متخلف ويعني ملكش تبقى بصيفة عندي غير كده نقدرش يقول عليك يعني كلمة تانية أوحش من ان انت أكيد عندك مشكلة عقلية لازم تعالجها بسرعة شديدة جدا وتستغفر ربنا على اللي انت بتعمله نورتي وشرفتي ده نور حضرتك ضيفات العزيزة الاسم المتميز دكتورة غادة يوسري استشاري طب وجراحات إصلاح الحاول للكبار والأطفال عضو جمعية العالمية لجراحات إصلاح الحاول وجمعية المصرية لأطباء بقى الدنبرة نورتي الناس الحلو ده نور حضرتك شكراً لك الله يخلي نورتوا انتوا الناس الحلو وخليكوا دايماً معنا سحل كيف تؤثر الدوالي على قصوبة الرجل إمتى أعمل عملية الدوالي لشخص عنده تأخر إنجاب وضع في اعتباري إنه سن الزوجة ما هو هنا بقى الموضوع تأخر إنجاب ده بتبقى معادلة صعبة مهمة جداً وتركيبة تسابق الزمن مع الرغبة الطبية لأنا لازم أمشي في برنامج علاجي إن أنا أزبط الهرمونات وأبدأ أعمل دفع للحيوانات المنوية بعد العملية ثلاث شهور ست شهور فلو أنا ممشتش في الطريق ده أنا ضيعت خمسين في المية من العملية هل كما نسمع إنه واحد من كل أربعة واحد من كل خمسة ممكن يكون عنده دوالي؟ دوالي دي من أكتر أسباب تأخر الحمل وأكتر أسباب ضعف الخصوبة عند الرجال يمكن بتشكل حوالي تلاتين في المية من الناس اللي هما بيتأخر الإنجاب عندهم يعني ما بين كل مية واحد عنده مشكلة في الإنجاب تلاتين في المية فيهم دوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر